عندما نتحدث عن تصرحات الرئيس جو بايدن نتحدث عما تداوله رواد منصات التداول الاجتماعي عن تركيز الرئيس جو بايدن سنه تعامله مع ممكن واللي قاله كمان لأن اللي هو قاله وتركيزه بيودينا لحاجات صعبة قوي غلط في أسماء رؤساء غلط في ناس عايشة وناس ميتة الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 سنة أولا تنرفس جدا على الصحفيين هو بيتكلم ومش مفروض مش مفروض أن رئيس جمهورية أو رئيس دولة كبيرة مش جمهورية عفوا زي الولايات المتحدة الأمريكية راعية الديمقراطية في العالم والمظلة بتاعة السلام في العالم يبقى رئيسها بهذه الحدة مع الصحفيين مفروض يبقى عند حضرتك نوع من يعني طولة البال شوية وساعة الصدر خصوصا طبعا بيتم انتقاء نوعية الصحفيين اللي بيحضروا هذا المجال ولهم الحق أن هم يطرحوا أي نوع من الأسئلة هو جاوب بغضب على أسئلة الصحفيين ولما اتكلموا معاه على الميمور يعني وذاكرته بتاع لهم زاكرتي بخير زاكرتي بخير وعاد يأكد الموضوع أكتر من مرة الصحفيين أعادوا السؤال لي حول زاكرته وعاد يقول يعني علق تعليق غريب قال له زاكرتي سيئة لأني تركتك تتحدث هكذا وكأن هذه يا سيادة الرئيس الأمريكي هي الديمقراطية وهكذا مش عايزوا يتحدث هكذا هو مش انتو رعاة الديمقراطية في العالم أستر رئيس هو مش انتو المنظمات كلها بتبقى طالعة من عندكو هي الحريات كلها مش أمريكا حوال إنسان وتمثال الحرية والذي كلام شعرات بتصدر لنا في هذه المنطقة يعني حينما يتحدث الرئيس الأمريكي البالغ من العمر واحد وتمانين سنة بهذه العقلية أو بهذه المنطقية أو بهذه الترتيب في الكلام إيه يا سبت رئيس الحالك بتقول وبعدين دخل بقى يعني ابتدنا إن احنا نتكلم بيقول أنا حسن النية ورجل مسن ربنا يدي حالتك الصحة وأعرف ما الذي أفعله وبحق الجحيم هنا بقى الكلمة دي جابت لنا بقى الترجمة اللي بتيجي في الأفلام الأجنبية أو حياتكم تفتكروا بقى مصطلحات الترجمة بحق الجحيم ولا قد عدت هذا البلد للوقوف على قدمية من جديد وأصبحنا كأننا بنشاهد فيلم أمريكي مش تصرحات لرئيس أكبر دولة في العالم وحد بقى لما جيه عند النقطة بقى اللي تخصنا يعني هو أتكلم في كذا نقطة نيجي عن نقطة بتاعتنا ذكر اسم الرئيس عبدالفتاح السيزي رئيس المكسيك وحط المكسيك على حدود غزة شوف حددتك اللي هو فاكرين حضراتكم الفيلم الكوميدي الشهير يعني اللي جاب الألعة جنب البحر هو جاب الألعة جنب البحر يعني هو في أحاديثه دي هو جاب الألعة بالضبط كده جنب البحر وطلب منه التعليق لما طلب منه التعليق على التطورات بتاعت غزة قال الرئيس المكسيكي عبدالفتاح السيزي وقال أعتقد كما تعلمون أن الرئيس المكسيك السيزي لم يرغب في فتح معبر رفح للسماح بدخول المواد الإنسانية لحالة يعني الكلام ده ما يتقلش في مؤتمر صحفي من رئيس أكبر دولة في العالم وأكد بايدن للصحفيين أنه المرشح الأكثر تأهيلا بعد كل الكلام ده يعني بعد كل وتلك الغلطة التاريخية قال أنا المرشح الأكثر تأهيلا لمنصب الرئيس في حين أن استطلعات الرأي بتشير إلى أن عمر الرئيس جو بايدن بيشكل مصدر ألأ للناخبين طبعا دي دي بقى مش الهفوة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أولا نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن اسم الرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي مشترك في سبتمبر 21 وده رئيس برضو دولة كبيرة دي كانت أول مرة وصف الرئيس الأمريكي أثناء كلماته خديجي الأكاديمية البحرية في أنابوليس في مايو 20-22 كوريا الشمالية قال تحديدا أنها من بين الدول الحليفة كوريا الشمالية التي فرضت عقوبات على روسيا في حين أنه كان يقصد كوريا الجنوبية دي تاني غلط خلط بين سويسرا والسويد في أوروبا خلال مشاركته في كمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد في يوليا 20-22 متحدث عن إجراءه محادثات مع زعيمي فنلندا والسويد لكنه قال اقترحنا أن نتصل بزعيم سويسرا ده سويسرا يا راجل يا عطايب ده سويسرا دولة الوحيدة اللي ما بتجيس سيرتها في السياسة يعني البلد اللي هي تحس إنها من ناحية تانية إيه اللي دخل سويسرا في المواضيع دي فاختلط الأمر عليه برضو مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وراح كمان لرئيس فرنسا مانويل ماكرون غلط في اسمه وقال فرانسوان مترال اللي هو متوفي سنة 96 ده الزمن رجع 30 سنة الوارة فوضح إن فيه تأثيرات هل ده بقى انعكاسه على المعركة الانتخابية وتدعيات غزة واللي بيحصل في روسيا وأوكرانيا واللي بني يشوف في المنطقة لما يبقى رئيس أكبر دولة في العالم يخطئ هذه الأخطاء فمؤتمر صحفي على الهواء وليس في الغرف المخلقة هي إشكالية كبيرة جدا